من الرئيس اللي بتشى ثلاث مرات على صدام حسين الله يرحمه معامل قذافي كان متأثر جدا أمامك طلب من عندي أن أتكلم له على كل التفاصيل فمن كنت أتكلم له عن كل التفاصيل ثلاث مرات بك كان متأثر جدا هل كنت تنقل رسائل لجهات في داخل العراق أو هل نقلت رسائل لجهات في داخل العراق مثل إيش ما أعرف يعني أطراف أصدقاء للرئيس كان هو يرسل يعني الرئيس الله يرحمه يرسل رسائل للأصدقاء يرسل رسائل شفهية وتحريرية يعني بعض المثلا يعني عضو من أعضاء القيادة مرض وصيب بالسرطان كان يعني يبعث لرسائل شفوية من خلالي والرئيس أيضا يجابه وأغلب الناس يعني يرسلون سلام يعني الرسائل حسب طبيعتها نعم يعني لعبت دور في هذا الجانب طبعا بس يعني رسائل إيجابية ما بها تحريض على أمور يعني باستثناء مقاومة الأمريكان نعم لا هو يعني أنا اللي أقصده أنه حتى أعرف أنه أكوناس كانوا يبعثون بيدك رسائل سلام أو كذا نعم موجودة هاي موجودة ومستنسخة هاي الرسائل عندي طيب دكتور أنت استلمت من مذكرات هل كانت هاي المذكرات شفوية أم مكتوبة يعني أنت شنة تكتبها له هو يكتبها لا هو يكتبها هو يكتبها هو يكتبها وأصدرتها في كتاب لا بعد لحد الآن لحد الآن ما احتفظ بيها اللي أعطاني إياها أي يعني خلينا نقول تتعلق بالجوانب القانونية الجوانب السياسية الأمور الأخرى اللي أعطاني إياها وطلب من عندي أن أوثقها موجودة عندي قاعدة أشتغل عليها لحد الآن ما انجزت يعني لا لا شنو أبرز ما إجابيها تقريبا كل ما جرب المعتقل حتى ما يتعلق بالجوانب القانونية دفوعها ما يتعلق بمخاطباتها للرسالة للشعب الأمريكي من داخل المعتقل بعضها يتعلق باللقاء المهم اللي جرى بينا وبين بوب دول سنتور الأمريكي أعتقد هذا اللقاء جرى بالعام 1989 يعني قبل قضية الكويت هذا اللقاء كان مفصلي يعني كان لقاء مفصلي ما بين استقرار العراق والفوضى اللي عمت العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر